السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم عقناة لك اليوم ان شاء الله جبت لكم خاص جدا هالفيديو اقوى وصفة الطاكوس منزلي من اروع ما يكون يجي مشمخ بخوب ستورتلا ما يتفتت ما يتشقق ما يصرى لحتى حاجة ايالو كانت يصبح معك كل الاسرار لتلقيهم اليوم في فيديو مفصل هذا الفيديو تقدروا تقولوا عليه دورة شاملة للطاكوس كيف يخرج لك في المنزل كي يتعلم حلت نتحدى اي واحدة اتجربه وتقول لي مخرجي شباسكو مضمون بإذن الله تعالى مليار بالمية فقط متبخلوش عليا بالجام بتاعكم تعليق اسفل الفيديو وبرتاج الوصفة بشقاء اخواتكم يستفادوا بسم الله على بركة الله غادي نبدلكم بالحشوة كل شي سريع ما تخلو حاجة تبات ولا عندي هنا كان عندي صدر دجاج قطعتها بهذه الطريقة غادي نجيب له شوية على الملح ونزيد شوية عزيت وهنا غادي نديرو الحشوة شوية عزيت تقلي على حساب عدد افراد الاسرة بالصح ننسحك غاية كثري اهنايا جبت هنايا الخل حاولي ملعقة كبيرة خل سينو تعاوضوها بلا موطغد ولا ديرو شوية خل وشوية على موطغد نخلط هادل يعني هادل تلت مكونات مع بعض وزيت هنايا التتبيلة خاصة جدا توابل ولا ليزي بيس مغرف صغيرة غاية على راسها شوية على القرفة المطحونة تدو نصف ملعقة صغيرة تاع الكوركم نصف ملعقة صغيرة تاع الفلفل حمراء الحلوة ونزيد معاها تاني شوية تاع الحرور اللي هو الفلفل الاسود وزيت ملعاها معاها عفوا ملعقة صغيرة تاع السكنجبير وما تنسوش توابل الدجاج ولا الشاورما كما بغيتو بعد زيت معاها نصف ملعقة صغيرة تاع الطمطم المعلبة احشاب المناسي لا تقدروا اي احشاب المجفف بلا تنسوش توم رابي وتزيد معاها لحسل حوالي ملعقة صغيرة تاع عسل نخلط هنا كل المكونات هاكا خليها فقط تشرب لي والما نحضرنا خطرة الأولى هنا من بعد هنا تقدروا حتى الهريسة فيها تبغيها حارة من بعد هنا جبت سوس باربيكيو هذه اختيارية بالصحة تعطيكم بنا مستحيل تنسيل بنا تاعها سوس باربيكيو هنا تحوالي ملعقة كبيرة نخلط ملعقة ملعقة كبيرة نخلط ملح 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 وكانت لفخص تاعي ولا هات الحشوة ولا هاد الدجاج اواجد نحطها هنا غفل فريجيدر حوالي يقدم نكمل هنا الخدمة التاعي كل شي رح سريع هنا جينا خبز تورتيلا ميت فتت ميت شقق ميت لكتان مشاكل بواحد لخمس اسرار سوف نعطيهم لخواتاتي بلا ما نبخل عليكم الوصفة هذه انجح ووصفة تلقوها على اليوتيوب ونتحدى اي واحدة تقول لي بلي هذه ما خرجت ليش هنا اخواتاتي درت تلت كيسان تعفالينا كانوا مغربين الكاس في ميتين وعشر ميلة لتر شوية عمل حوالي ملعقة صغيرة وربع مغارف تاع الزيت ما فيها خميرة ما فيها خل ما فيها حتى حاجة ربع مغارف تاع الزيت كبار تقدروا تديروا زيت زيتهم هنا غادي نبسسها اول سر في خبز التورتيلا انك غادي تبسي العجين تاعك شوفوا هنا اي انا ما بغتش ان يعني تبسيه تديم معها واحد المدة هكا حاول الزوشتقاء يقول له هنا تحكيها هكا على الكفتع اليد مليح مليح تتحسي قاعدك الفرينا تلبست لك بهذاك الزيت هادي الحاجة اللولة لا تسكوا مزروبة فيه ولا تعجلي عليه باستهم لي حمليه هذا هو السر اللول بشي ينجح لك جبت هنا كاس مدافئ ونعبر لكم الماء نشان هنا المفارينة تديتها 45 تاع الحلوية تخدمت بها هنا اخواتي سنبدأ نلم بالمدافئ ونجمع نلم ونجمع ونجمع جامع جامع نعطيكم المقادير مضبوطة انك تقبيل الماء ديراكت بس كل واحدة وفارينة تاحة تبقي تلمي هنا عجينة متعيك متشيطك موالو لانها سهلة مهلة غادي غير تلموا ان شاء الله وغادي توليكم عجينة بزاف شابة شوفوا معايا هنا بيدون دلك بيدون يعني ما تعيو فيها غادي نبدأ الرش الماء غير بشوية 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 احتى اللي انت حصلوا على عجين يكون رطب ما يلسقش في اليدين وما يغبناش مهم عجينة طرية ورطبة ومشي هكا لتصغرنا في اليدين اللم وتنقوا يديكم باش دايما تعرفوا القوام الحقيقة العجين يبقى لي حوالي اسبع من الماء هذاك اللي بقالي مدافي هذا مكان راكم تشوفوا عجينة فيها ماء وزيت وملح والفارينة لا تنقوا حليب بشوية بشوية لو كنت تلموها بالحليب تقولي لكم مطاطية جدا وتغبنكم احنا يا لميت عليها مباشرة تنمسح البلوندية ونبدأ نحطها قدامي هنا اخواتي غادي تحاولوا تعجنوها غير شوية مشي تعجنوها تطيحوا كتافكم عليها بصح غير شوية هكا باش تولي لكم العجين تاعكم املس ورطب من كل يعني من الداخل حتى البره هكا تعطوها وحتزوش قايق ثاني هكا تعجين هذا مكان سوف اضحوا لكم حداري انكم اضحوا في الخبز طورتلا الحليب سوف يغبنكم ولم يجب عليكم كما هذا هذا هو الخبز الحقيقي هنا اضحوا ميزان الميزان وزنت العجينة اوزنها ومن بعد هنا تقطعها وتشكلها و تفرمها كل واحدة على حسابها اضحوا 75 قرام تقدروا تضحوا 65 قرام اضحوا 85 قرام تقريبا 75 قرام التقريب من السبب اضحوا 75 قرام كما هذا المهم ان تضحوا 75 قرام اضحوا 65 قرام اضحوا الميزان سوف تحتاجون اضحوا مشاريع اضحوا 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 هنا اضحوا اضحوا ورحمها في الداخل ونضيفها في المنزل من المنزل يجب أن نضيفها في تلوط عليها في المنزل تبقى في المنزل عجينة من المنامس اخواتي تقوم بميزة تتعلم غطيت عليها وقوم بإرتاح الحوالي 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق نطيب حشوة حشوة مقلاة مارغارين نسب ملعقة كبيرة نبلع ونخليه دائما نبلع دائما نبلع بخار الماء 5 دقائق نبلع نبلع الغطاء 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 90% ثم نشرب الغطاء 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 مغرفة كبيرة مارغارين نتائج نصف 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 ملعقة الزبدة طاحين نصف ملعقة صغيرة فارينة الغطاء خلط بارد بارد من بعد الغطاء الزبدة تحضير الغطاء خلط نزول جبن الغطاء تحضير غذائية ندير تحضير جبنية ندير 4 أو 5 يجب ان يكون حقيقي الجبن نديره وغيزوش بزف اعطيكم بنا شابه بشرط هنا هذا الجبن المبشور الخاص بالبيتا هذا يمشي جبن حقيقي ولا شيدار ولا فقط تحضيره غذائية وقليل باش نلقو الجبن اهي اغلبية تحضيرات بسيطان بنا بنا بزف شابه هنا بشرط شوية خلط معاها شوية على الكركم شوية على الفلفل خلطها وصارت لي جاهزة هذه السلسطة الجبن خليتها على جهة بشتبرت ثم من بعد هنا اوليت راكم تشوفوا نعود نكرر لكم بلي كل شي سارح اوليت هنا حطيت شوية على الفارينا فوق البلندة خافاي وجبت هنا الخبز تاعي نبدأ نشكل فيه تحطوه تفورموه بيتكم تقرسوه بيتكم ومش تعطوه لها الشكل الدائري انا فقط هنا كان عندي شوية ديق مع الكاميرا وكل شي المهم هنا غادي تجيبي الورق لازم لكم تستعملوا الحلال باش ديروا لها الشكل التاح يكون رقيق بزاف هنا دائما الفارينا تكون بكمية كبيرة كما تشوفوا وتشكلوها اغلبية الوقت بيتكم شوفوا هناك تعطوها بالكفتة على يد بها الطريقة بعد تحلوها مليح مليح بالحلال وتعطوها الفورما المدورة بيتكم شوفوا اخواتي واهم سر هناك هنا في هذا المرحلة اراني بالاسبع تاعين نحل في العجين تاعنا كي ما نديرو البيتزا تقريبا هناك شوفوا اخواتي بهاد الطريقة لازم لكم تحلوها بالفارينا مليح مليح ولازم لكم قبل ما تدوها طيبوها تنفضوها يعني متخلو لها شقع الفارينا كم تشوفوا بليتنقات العجينة لو كانت تديها بالفارينا راح تقصح لك وتتكسر لك هذا ثاني سر ثاني طاجين تاعكم ولا مقلة ولا ضهر مقلات ولا المهم طيبوها هذي شوية خرجتلي هذي كانت اللولة شوية معطيتها الشكل الدائري المهم هنهي طيابها شوفوا كيفاش غير تديروها تنشوف شوية تقلبوها اللي قتعسوها النار هنهي راهي فوق المتوسطة مشي متوسطة و مشي تطالق عليها هكا عن النار هنه يدخلوها تنشف بها الطريقة شوفوا هناك يولا تديلكم هذيك الفقاعات ما شاء الله وصفة ناشحة قتلكم وديروها مع عينيكم ومغمضين تقدروح تديروها في المجمد هنا اخواتي مغديش نطيبوها بزيف لقلكم هكا بيضة اللي قتكون نصف طياب هنا شوفوا تقلبو فيها تقلبو فيها تديلكم هكا خير وحد الهاكا شوية صيحة هنهي غادي انقلحها شوفوا اخواتي هكا وانتفخدت لنا شوية وصر واحد اخر انكم مباشرة انكم مباشرة تكوني ديرا سربيتة تحت وسربيتة الفق ودخلها في وسطهم وتكوني مدخلتها في ساشي كما هكا باش يرد عليها هذيك لافابير تقعد لك ترية جبت هنا الزوجة شوفوا كي شكلتها نيشان شوفوا ما شاء الله هذيكو تدارت لها الميزة شوية كبير مشي 75 كانت هكا حوالي بلك 79 ولا ولا احنا تبقوا تدوروا فيها لكن نقولكم السر تحت انكم لازم تنفضوها من الفارينة كنت خلوا فيها الفارينة غادي تقساح لكم هذا السر ثاني و السر ثالث تدخلوها في زوج من شافة على المطبخ ويكونوا مغطيها بالبلاستيك بها الطريقة كنت عندي شوفوا النتيجة من أرواع ما يكون لا يتكسر لا يتقطع موالو كنت خياغ بالفطرية شوفوا ما شاء الله من أرواع ما يكون هذي الوصفة اخواتي غير بارتاجوها وخبوها في عينكم وان شاء الله فيه ميزان حسناتي وحسناتكم بإذن الله جينا للمونتاج تاكوس المونتاج تاكوس مهم جدا اخواتي جبت صلصة الجمل اللي خدمتها سوف نقصوا كما برا لبيتزيري كما نقصوا انا نوصل على الحواف كما هكذا جبن المبشور الخاص بالبيتزيري جبن المبشور سوف نفتح هنا نضيفها كطبقة مليحة هو دجاج ومن بعد نضيف زيت هنا تقدروا اي حاجة في الفخص الداخل تبغوا تديروا كفتة في بلاس الدجاج تبغوا تديروا كورنيت بوف تبغوا تديروا كل واحدة وش تبغوا تزيد هنا لفخيت اللي قليتهم ههو ما في بدء الامر قليتهم عادي في الزيت لغالب الوصفة تجيهاك أبن لغالب هنا فوق اللي فخيت تزيدوا ديك السلطة باش اللي فخيت ما يجيكم ش ناشفين وجوكم هكا تحسوا الطاكوس تحكم ناشف هادي ثاني مهمة جدا انبعد تبلغوا عليه وتغلقوا عليه بهذه الطريقة تحطوه من على جهة غاد ندير معاكم هنا ثلاثة الولا ومن بعدها باش نكمل هنا شوفو كيفاش درت السلطة نعاود ندير هذا الدجاج وتعاودوا تديروا الفرماج وتزيدوا كما هكا الموزاريلا وتزيدوا هنا هنا فوق البطاطا ديما اللاصوس حطيتهم في السنة باش نديروا الطاكوس القراتيني نجيب لها السلطة نحط لها من الفوق بهذه الطريقة يعني يقع في الوجه ثم تجيبوا هنا سلطة الكيتشاب سينو تديروا في هذه السلطة تزيدوا لها شوية طمطة من المصبرة وتديروا لها بهذه الطريقة من بعدها تزيدوا لها جبن المبشور الموزاريلا كما تعطيني النتيجة كما تعبرها تديروا على الفرن يكون ساخن جدا شاهدوا الكوشة تعتريسين تيتع القاز المهم تكون حامية تدخلوها الطيب لكن تشعل من فوق ومن تحت تشعلوهم في زوج ثقائق أو ثلاث دقائق ونجد سينو ثم تجعلوه ثم تحمر لك غاية تجعلو الحاوف تشلفت شوية شاء الله تكونوا فهمتوني وهذه هي النتيجة تحمروا ثم تتعبوها حيث تتعبوها ثم تحمروا ثم تحمروا